كارتيرون رد بوضوح على بعض التلمحات اللي جات له من إدارة نادي الزمالك بإمكانية رحيل أوباما ويرفض هذا الأمر تماما وشايف أن أوباما لاعب مهم في الفريق ولا هيوافق على عارضه ولا هيوافق على بيعه نهائيا نادي الزمالك بيحاول يستفيد من أوباما ماليا في الفترة اللي جاية ولكن كارتيرون مصمم على بقاء اللعب هو قال قبل كده أنه شايف أن أوباما أفضل صانع لعب أو أفضل لعب رقم عشرة في القارة الأفريقية وبالتالي عدم هو شايفه كده فمش من السهل أنه هو يسيبه